السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد نتحدث في هذا الفيديو عن كيف يشكل سؤال في اللغة الإنجليزية كما نعلم في أي لغة بالعالم ممكن أن أسأل سؤال أو أنفي حدوث فعل أو أتحدث جملة مثبتة يعني جملة عادية له سؤال أو تكون نفي في أي لغة كانت في العالم في اللغة الإنجليزية لتشكيل السؤال أيضا كما في اللغات الأخرى ومن ضمنها العربية لدينا أربع أنواع من الأسئلة أسأل فيها شخص معين أو مجموعة عن شيء معين نتكلم في هذا الفيديو فقط عن نوعين من الأسئلة كما قلنا لدينا أربع نوع من الأسئلة باللغة العربية ممكن الجملة نفسها شخص بيحكي لي هو يقرأ قصة نفس الجملة راح نسأل فيها سؤال هو يقرأ قصة إذن ما سويت شيء بس عبارة نفس الجملة بس غيرت طبقة صوتي إذن هنا انتهاج هو يقرأ قصة نفس الشيء بالانجليزي أيضا ممكن يكون يعني في عندي شك بشيء معلومة أو شيء يعني أشك بالمعلومة إذن على حسب نبرة صوتي مثل باللغة العربية إذن أول نوع من الأسئلة يكون نفس الجملة اللي ذكرها الشخص بعيدها نفسها بس عبارة بس عبارة يختلف فيها نبرة صوتي إذن هو يقرأ قصة أليس كذلك؟ أيضا باللغة العربية نستخدم أليس كذلك؟ يعني مثل نقول صحيح؟ مو صحيح؟ إذن هذا النوع نسميه question tagged يعني الأسئلة اللاحقة سنندرسه بفيديو قادم إن شاء الله السؤال الأول بس عبارة يعتمد على نبرة الصوت في هذا الدرس رح نركز على نوعين الثلاث والرابع النوع الأول نسميه yes no questions لأن الإجابة تكون بنعم أو لا does he read a story؟ هل يقرأ قصة؟ رح تكون نعم يقرأ أو لا يقرأ الإجابة رح تكون yes he does no he doesn't what does he read؟ ماذا يقرأ؟ عند الإجابة رح تكون عندنا معلومة مطولة نحذف اسم الاستفهام نحذف الفعل مساعد و نبدأ من عند الفاعل تصبح he read رجع جملة نضيف s لأن الفعل بعد he وشد نضيف له s he reads إذن يقرأ a story he reads a story هو يقرأ قصة اللحظة نحذف نحذف نسمي yes no questions لأنه رح تكون عندنا الإجابة بyes أو no نعرف أي جملة بلغة انجليزية بيكون subject الفاعل عندنا verb الفعل complement تكملة الجملة ماذا يفعل ليسأل yes no questions فقط أضع فعل مساعد في بداية الجملة أو نسميه auxiliary verb إذن فعل مساعد ممكن تسمعه auxiliary verb أو نسميه helping verb لماذا فعل مساعد لأنه يساعدنا بتشكيل السؤال والنفي في زمن المضارع البسيط نستخدم do و does ما تكون موجودة بالجملة أحنا لازم نضعه من عدنا مثلا swims in the sea هو يسبح في البحر لاحظ ما نشوف الاس معاته هذا زمن مضارع بسيط نحتاج لفعل مساعد لتشكيل السؤال بالمضارع بسيط كما درسنا قبل في الفيديوهات السابقة نستخدم do does مع هي نستخدم does نضعها في بداية الجملة he does he swim نحذف الاس in the sea نضع علامة استفهام نفس الجملة اللاحظ subject he verb swim complement in the sea فقط وضعنا فعل مساعد هو does منترجم does be hell إذن هذا النوع الأول من الأسنة yes no questions ويبدأ بفعل مساعد نفس الجملة فقط نضع فعل مساعد في بداية الجملة do they play football do helping verb فعل مساعد they subject play verb الفعل football تكملة الجملة بالماضي البسيط نستخدم dead إذن يجب أن نعرف كل زمن في إلو أفعال مساعدة خاصة به do does ب present simple did في past simple الماضي البسيط مع المضارع المستمر am is are مع الماضي المستمر was where present perfect الحاضر sam نستخدم have has future نستخدم well وهكذا فقط زمانين نحتاج أن نضع فعل مساعد من عندنا do who does بالمضارع البسيط did في الماضي البسيط باقى لأزمنة الفعل مساعد موجود داخل الجملة لا نحتاج فعل مساعد من عندنا موجود داخل الجملة فقط نقلب بين الفاعل والفعل المساعد النوع الثاني للأسئلة wh questions نلاحظ نفس الكلام subject الفاعل verb الفعل compliment تكملة الجملة وضعنا helping verb فعل مساعد نفس yes no questions فقط نستخدم أداة استفهام أو اسم استفهام wh questions لماذا سمعنا wh questions لأنه يبدأ بكلمات تبدأ بwh مثل عندنا what where when why who how وهكذا إذن كلمات تبدأ بwh questions نسميها اسمها استفهام مثل باللغة العربية بأي لغة العالم فيه أين لماذا كيف متى أيضا باللغة الإنجليزية يعتم نفس الأسماء الاستفهام اللي نستخدم باللغة العربية إذن نضع wh questions اسم استفهام بداية الجملة تصبح نفس الجملة لاحظ do they play football أنا أسأل عن كرة القدم ماذا يلعبون ماذا يلعبون what do they play ماذا يلعبون لاحظ wh questions هي what الفعل المساعد do لماذا فعل المساعد لأنه مساعد تشكيل السؤال ونكمل الجملة كما هي رح نشوف بالمثال الثاني بشكل مفصل وأكثر سهولة كيف أسأل سؤال باللغة الإنجليزية بكل سهولة لدينا هذا الجملة رح نسأل بها yes no questions wh questions he eats one fish with a knife and fork at seven o'clock in the kitchen to feel better يعني هو يأكل سمكة واحدة with b سكين و شوكة at seven o'clock في الساعة السابعة in the kitchen في المطبخ to feel better ليشعر بتحسن أو ليتحسن نريد أن نسأل yes no questions لاحظ زمنة جملة present sample مضارع بسيط إذن كل فترة يوميا أو أسبوعين وهكذا في الساعة السابعة في المطبخ يأكل سمكة مضارع بسيط لأنه عندنا s للفعل مضارع بسيط في المضارع البسيط نستخدم do و does اللاحظ مع he نستخدم الفعل المساعد does الرجع he small letter حرف صغير لأنه نبدأ ب كبيرة letter حرف كبير عندنا هنا الرجع he ال h small letter ونحذف ال s تخيل الجملة هذه الطويلة هذه لتشكل السؤال فقط نضع فعل مساعد في بداية الجملة والباقي كما هو لا يتغير بال yes no questions تصبح does he eat one fish with إلى نهاية الجملة تماما نذكرها تصبح هل يأكل سمكة واحدة وهكذا إذا كان فعل they they eat one fish with a knife إلى نهاية الجملة يأكلون سمكة واحدة الجملة كما هي لتشكل السؤال فقط نضع do or does نضعها بسيط نستخدم do مع they نضع do في بداية الجملة ال h تصبح small letter ونضع في الأخير علامة استفهام فقط do they eat one fish وكمل الجملة يعني هل يأكلون سمكة في الساعة السابعة طيب إذا كان زمن الجملة الفعل eat eight إذا كان أو إذا كانت الجملة بالمضاء البسيط بس يتغير الفعل أكل سمكة واحدة في الساعة السابعة في المطبخ اللاحظ الفعل بالماضي البسيط نستخدم did فقط نضع did في بداية الجملة did they والرجع eight إلى المضارع لأنه خلاص did هي صارت تشير إلى الماضي did they eat one fish with a knife ونكمل الجملة كما هي لماذا كتبنا كل هذه الجملة الطويلة عشان نسأل بكل الكلمات الموجودة فيها أسئلة حيث استخدم who when where why how نستخدم أسماء الاستفهام هذه طبعا قصدا كتبتنا نفس الجملة واستخدم أسماء الاستفهام عشان تكون الصورة عندي أوضح they eat one fish شنسوي نحذف they إذا أردنا استخدام who هو من فقط الوحيدة هو إذا كنا نسأل عن الفاعل ننتبه عن الفاعل لا نحتاج إلى فعل مساعد فقط الوحيدة who who eat one fish كملة جملة تصبح من أكل سمكة واحدة بسكين وهكذا إلى نهاية الجملة نضع علامة استفهام إذن دائما إذا نسأل who ونسأل بها عن الفاعل يعني من يأكل لاحظ من يأكل نسأل عن الفاعل عندما نسأل عن الفاعل معه لا نحتاج إلى فعل مساعد فقط نبقى الجملة كما هي الرجع الفاعل they نحذف when متى متى معاته وقت seven o'clock نكتب الجملة كما هي لاحظ نبدأ when when متى بالمضارع البسيط كما قلنا نستخدم do they when do they eat one fish الجملة كما هي with a knife and fork ما نكتب أثناء السؤال at seven o'clock لننسأل عنها نترك at seven o'clock نكمل الجملة in the kitchen to fear better يتصبح when do they eat one fish متى يأكلون سمكة ب شوكة والسكين في المطبخ ليشعروا أفضل إذن نفس الجملة بس عبارة نسأل عن الزمن نستخدم when إذا كنا نسأل one fish نريد أن نستخدم what ماذا what أيضا نضع اسم الاستفاهم كما نقلنا في ذات الجملة what الفعل مساعد do what do they الفيرب الفعل eat لا نكتب one fish يعني ماذا يأكلون سبكة هذا خطأ فقط نحذف one fish what do they eat with a knife وكم من الجملة كما هي فقط الذي يسأل عنه أحذفه لأنه أطلب معلومة عنه أو أسأل معلومة عنه what do they eat لاحظ بالمكان هذا كان عندنا one fish حذفناها استخدمنا بدل عنها what أثناء الإجابة نحذف اسم الاستفاهم والفعل المساعد نبدأ من عند الفعل تصبح they eat one fish يأكلون سمكة واحدة هذه تفيدنا أثناء التحدث وأثناء المتعلم إذا كان في عدو امتحان في قطعة صغيرة يريد أن يجيب عليها طريقة دائما يحذف اسم الاستفاهم الفعل المساعد يبدأ من عند الفاعل what do they eat with a knife وكمل الجملة إذا ردنا أن نسأل with a knife and fork إذن يأكلون سمكة بشوكة وسكين ردنا أن نسأل كيف يأكلون سمكة واحدة نستخدم how اسم الاستفاهم الفعل المساعد do they how do they نكتب كما هي الجملة one fish وريدنا أن أسأل عن with a knife and fork نحذفها نكمل الجملة how do they eat one fish add نكمل الجملة seven o'clock in the kitchen أكمل to feel better أضع على أم تستفهم فقط حذفت with the knife and fork إذن كيف يأكلون سمكة واحدة في الساعة السابعة في المطبخ إذن فقط وضعت how فعل مساعد do وحذفت الجزء الذي يريد أن أسأل عنه لا نقول how do they eat one fish with a knife and fork كيف يأكلون سمكة واحدة بشوكة نحذف الجزء الذي يأسأل عنه إذا أتنا أسأل عن in the kitchen المكان في المطبخ لاحظ فقط نغير اسم الاستفهام where where أين لاحظ in the kitchen where where أيضا فعل مساعد do نكمل الجملة كما هي تماما فقط نضع اسم الاستفهام فعل مساعد where do they eat one fish with a knife and fork at seven o'clock نحذف in the kitchen to feel better نضع علام الاستفهام ماذا عملنا هنا فقط وضعنا where في ذات الجملة اسم الاستفهام أين وضعنا فعل مساعد do حذفنا الجزء الذي أسأل عنه kitchen مكان معا تنستخدم where حذفنا ووضعنا علام الاستفهام في نهاية الجملة أصبحت الجملة أين يأكلون سمكة واحدة بشوكة وسكين في الساعة السابعة ليشعروا بتحسن أو بيصبحوا أفضل إذن نسألنا عند the kitchen نريد أن نسأل عن to feel better ليشعر بتحسن نستخدم why لماذا أيضا اسم الاستفهام why الفعل مساعد do why do نكمل الجملة كما هي فقط نحذف آخر جزء why do they eat one fish with a knife and fork at seven o'clock in the kitchen لا نكتبت فيه البتا خلاص نضع على متسفهام إذن أصبحت لماذا why do they eat one fish لماذا يأكلون سمكة واحدة في الساعة السابعة في المطبخ الإجابة الشوية أيضا نحذف why نحذف الفعل مساعد do نكمل الجملة why لماذا to feel better ليشعرون بتحسن اللاحظ استخدمنا اسماء الاستفهام who when where why how what وضعناها في بداية الجملة الفعل المساعد بالمضارع البسيط do or does هنا نستخدم كل حالات استخدمنا do فقط نحذف الجزء الذي نسل عنه على حسب اسم الاستفهام بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فقط عن كيفية تشكيل السؤال أخذنا جملة واستخدمنا بها اسماء الاستفهام what where how who ورأينا كيف نشكل سؤال بفقد التغيير اسم الاستفهام بنفس الزمان المضارع البسيط أتمنى قدمت شيء للفايدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لهاك الفيديو ليصلكم كل جديد وقدمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر